عزيزي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في برنامج عملية جرحية النهاردة هنعرض عملية مهمة جدا وهي علاج جلطة القلب و جلطة الشريان التاجة عن طريق الاسطرة العملية مهمة جدا وكل ما كانت في وقته صير وكل ما كانت سريع جدا في 24 ساعة كل ما المريض استفاد بطريقة كبيرة جدا تعالوا بنا نشوف الفيديو ونبدأ نتكلم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن علاج الجلطة الحادة في شرايين القلب باستخدام الاسطرة قبل ما نبدأ نشرح عملية اسطرة القلب احنا عايزين نعرف بس ايه العوامل اللي تقضي الى الجلطة في الشريان التاجة او الشريان المغزي لعضلات القلب الشريان التاجة ده هو الشريان اللي بيغزي عضلات القلب وعبارة عن ثلاث شرايين رئاسية الشريان الايصر يتفرع لشريان دائري وشريان امام نازل والجهة اليوم نع عن طريق الشريان الهيمن بيحصل جلطة دي نتيجة زي ما قلنا قبل كده نتيجة تعوامل كتير منها التدخين ومنها الضغط العالي السكر لو فيه امراض كتير بتحصل بتأدي لكسور شريان القلب لما يحصل كسور او ضيق في الشريان ده بيبقى عرضة ان سريان الدم فيه يكون اقل شوية وفي نفس الوقت عرضة ان الدم يحصل فيه تخطر او تقلب بيحصل في الشريان قلطات نتيجة العوامل اللي قلنا عليها دي وده منظر القلطة اللي بتبقى موجودة القلطة دي عبارة عن جزء من كرات الدم بتجمع مع صفايح الدموية والفايبرين بيسد الجزء اللي فيه كسور او ضيق في الشريان طيب بنعالج الموضوع ده ازاي? زي ما قلنا قبل كده الاسطرة عبارة اه اسطرة انبوبية وبيتتم دخلها عن طريق سلك مرشد وبيصور شرائين يمين واشمع. اه الشريان اللي بيبقى فيه دي بيتم في دخول سلك مرشد اكسر دقة زي ما احنا قلنا كده. ده سلك المرشد. ده بيعدي الجزء اللي فيه جلطة بحيس ان احنا نقدر ندخل الادوات اللي موجودة فيه. اه علشان اه تتخلص من الادوات هدي. بعد ما بنعدي سلك المرشد الدقيق اللي موجود. اه في كزا نوع بنبدأ نتعامل معي. اول شيء زي ما حضراتكم شايفين دي عبارة عن بلونة. بلونة ديت اه طولها بيكون على حسب اه الشريان سواء كان سنتيق او اتنين سنتيق او اكتر. وفي نفس الوقت عرضها او كترها بنحسبوه على قد كتر الشريان اللي موجود. اه في كزا طريقة بنعالج بها الجلطة زي ما حضركم شايفين. اول حاجة البلونة دي زي ما قلنا. اه بيتم ببساطة ان هي بتتفتح في الجزء اللي فيه جلطة. وبتوسع الجلطة دي بحيس انها تبقى لزقة في الجدار الشريان. بعد ما البلونة ديت بتتنفخ زي ما حضركم شايفين بيبدأ سرايا نتدم بصورة شبهة طبيعية. ودي اه احد الطرق اللي احنا بنعالج بيها اه انسداد الشريان. في الحالات دي بيحصل اه دلالات عندنا ان فيه جلطات زي رسم القلب زي موجات صوتية زي اه انزيمات وتحليل القلب بيبقى فيها اه ارتفاع في التحليل وارتفاع في نتائج التحليل عالي نقول لنا ان فيه دامج او فيه عطب موجود اه او جلطة موجودة في جزء ده من القلب. بسراحة موضوع توسيع بالبلون اه لما زي كتير انه بيفتح الشريان خصوصا انه لو كان الموضوع ده المريض جاه في اول اربعة وعشرين ساعة وكل ما كان المريض جاي في وقت قريب جدا بعد حدوث الجلطة كل ما كان تايج من اه توسيع الشريان افضل بكتير عن ما عن بعد كده. اه توسيع بالبلون لما زي انه بيفتح بسرعة لشريان اه لكن برضو ممكن فيه بعض الخطورة اللي تحصل ان الاجزاء الجلطات الصغيرة اللي موجودة دي انها اه اه تهاجر لطرف الشريان او الجزء الابعد من الشريان وفي نفس الوقت تصد شرايين تانية صغيرة وده مش مستحب موجود في اه انه يبقى موجود عندنا في اه في علاج الجلطة. اه بعد ما بنوسح ببلونة بيتم اه دخول دعام. الدعامة دي لما بتدخل اه هي زي محضراتكم شايفين الجزء الشبكي اللي موجود ده. اه بندر نحط دعامة او دعامتين على حسب طول الجزء او العطب الموجود. هنا مسلا دعامتين. كله دعامة بتتنفخ ببلونة. بحيس انها تمنع ان رجوع جزء من الشريان اللي كان فيه دي تاني انه اه اه يحصل مرة اخرى. زي ما حضراتكم شايفين اه دعامة ها الجزء الشبكي. كده دعامتين موجودين واحدة منفوخة في اول اه جزء من الجلطة وتاني منفوخها في الجزء التاني وبتم نفخوهم عن طريق البلونات اللي موجودة فيه. الدعامات اللي موجودة اه في نوعين من الدعمات دعامات العادية اللي هي معدنية. هو جزء شبكي معدني اه بير خالص. بيحصل ان هو بيتنفخ عن طريق البلونة زي ما حضراتكم شايفين? ويمنع ان مرة اخرى ويمنع ان الجزء اللي كان فيه انه يتكون مرة اخرى. لكن اه ده هو جزء قديم شوية او نوع قديم شوية من الدعمات. اه لا ولما اتعمل دراسات لا ونسبة الانسداد فيه بتكون اعلى شوية. اه الانسجة اللي بتكون في الشرائل بتكون اه نسبتها علي انها ترجع مرة اخرى. فزي ما حضراتكم شايفين? ادي الجزء بتاع الشوريان بعد ما فتحنا. بقى الصورة بتاعته تحت اشعة السينية تقريب طبيعية تمام. وده الجزء الشبكي بتاع الدعمات العادية. اللي عمله اه فاتحه وبالتالي بقى اه افضل بكتير من الابليكات. اه فيه نوع اخر من الدعمات اللي هو الدعمات الدوائية. وده هنشرحه في نفس الفيديو اه باستفادة اكتر دلوقتي. لكن نحب قبل ما نتكلم عنه نتكلم عن باقي التكنيكس او الطرق اللي احنا بنعالج بيها الجلطة اه اللي موجودة. اه تاني طريقة طريقة كويسة جدا برضو. ان احنا برضو بعد دخول السلك المرشد بيتم دخال جهاز اسمه جهاز سحب الجلطات او شفط الجلطات. في اي منه انواع كتيرة. ده نوع منه اللي هو اسمه انجوجيت. والنوع ده بيتم اه سحب الجلطات بطريقة شفط وفي نفس الوقت بيعمل زي كارنت كده يبدأ يعمل غوش او اه طريقة من الغسيل الجلطة اللي موجودة اه جوه الشريان. وده بيبقى اوتوماتيك بيشتغل بطريقة اوتوماتيكية وفي منه بنعملها عن طريق ايدينا. او سحب ضغط ومنخفض اه يا دويع. هو الميزة بتاعته ان مفيش اه جلطات بتبقى موجودة في اخر الشريان. في نفس الوقت بيتم بسحب الجلطات دي بعيد فبالتاليه مفيش فرصة الى حد كبير انها تنتشر وتبقى موجودة في اي مكانتين. اه بعد ما بننعامل الجلطة بسحب الجلطات زي ما حضراتكم شايفين بنحط الدعامة اه اللي موجودة وبالتالي الجزء اللي كان في دي او كسور يبدأ انه يتفتح تاني ويبقى الشريان افضل اه بكتير ويرجع لليوم او الحجب بتاعه الطبيعي. اه بعد ما بنتم سحب الجلطات بنحط الدعامة. اه دعامة دي زي ما حضراتكم شايفين هي مختلفة عن الدعامة العادية اللي هي كانت شبكة معدنية اه فقط. بالتالي هنا بقى الدعامات الدوائية الجديدة عبارة عن اه شبكة اه معدنية وفيها جزء من الادوية اللي هي دي فيها دواء او علاج زي ما حضراتكم شايفين بيتم افرازه على فترات شهور من الدعامة تلقائيا هي مصممة بطريقة انه انا تكنولوجي بحيث انه هي تفرز الادوية دي على فترات انها تفضل اه تخلي الشريان مفتوح دايما والادوية اللي موجود دي دي عبارة عن ادوية تمنع ان الجزء اللي كان فيه كسور او الانسجة المتكونة نتيجة الكسور انها تتراكم مرة اخرى. بعد ما شفنا الفيلم النهاردة وشفنا اهم اه حاجة في وكلمنا عنها موضوع الجلطة وازاي نبدأ اه نتخلص منها ونعالج الجلطة في اسرع ما ممكن اهم شيء نحب نقوله استادان مشاهدين اه اول ما يجي اي اعراض اه الم في الصدر في اي عوام الخطورة من اللي حكينا عنها لازم يتوجه الارب مستشفى لان ده هيفيدنا كتير جدا وهيفيد الدكتور جدا جدا في اعلاج الجلطة. يا رب تكونوا انه استفدتوا النهاردة وان شاء الله اشتركوا في القناة